صباح الخير يا دكتوري. صباح نورة. سهلا. احنا اول حاجة حابين نتكلم عن امراض القلب في الاطفال. ايه اسبابها وكيفية الوقاية منها? احنا حقيقة بالنسبة للدكاترا. احنا بنتكلم على اطباء الاطفال. المفروض الحقيقة انهم يبقى عندهم معرفة كويسة بايه الاسباب اللي ممكن تؤدي لامراض القلب في الاطفال. بحيث يبقى هنا التحويل للتخصص للطبيب القلب الاطفال يكون في مرحلة مبكرة قبل ما يصاب الطفل بمضاعفات او يخش في هبوط في عضرة القلب. احنا هنا بنقسم دايما الامراض عندنا لامراض مكتسبة وامراض خلقية. الامراض المكتسبة طبعا هنا بالنسبة لنا في مصر احنا بلد لسه بنعاني من الحمى الروماتيزمية اللي هي الروماتيك فيفر. وبالتالي دور البيدياتريشنز هنا ان احنا هنقول ارلي ريكوغنيشن اوف الروماتيك فيفر اللي هو العلاج للحالات اللي مصابة بالتهاب الحلق بالميكروب السبحي في مرحلة مبكرة والفترة كاملة يعني التعرف عليه في خلال على الاخل يومين التلاتة من الانفكشن والعلاج لمدة من سبعة لعشر تيام كاملة. العلاج هنا الحقيقة ممكن يبقى في منطه البساطة في الدنيا حقنة واحدة من البنسين طويل مفعول بعد عمل اختبار حاسية للحقنة دي. وبالتالي احنا هنا هنتجنب ان يكون في تطور للاصابة بالحمر الروماتيزمية او اصابة عدد القلب بالروماتيك فيفر او روماتيك فيفر كاردايتس. لو قدرنا نعمل اللي هو البرايمير بوفلاكسز اللي هي الوقاية الاولينية يبقى احنا كده الحقيقة هنوفر على الطفل متاعب الاصابة بالحمر الروماتيزمية. اما في الحالات اللي هي اصابت بالحمر الروماتيزمية او روماتيك فيفر او روماتيك كاردايتس في الحتة دي. يبقى هنا لازم الوقاية السنوية اللي هي الساكندري بوفلاكسز. اهلا بنتكلم على حقنة بنسين طويل مفعول كل اسبوعين. في بلد زي بلدنا ممكن تبقى فور لايف. يمكن الحقيقة البلد المتقدمة شوية بتقول ان العلاج مستمر لمدة خمس سنين. او لحد عمر تمنتاشر سنة. لكن احنا بالنسبة لنا بنقول ان احنا فور لايف وافري تو ويكس. لان كان الاول زمان الحقيقة كان كل اربع عسابيع. لقينا ان في حالات بتصاب بالحمر الروماتيزمية في اوقات اه وهي اوليدي بتاخد الوقاية. فالابحاث الحقيقة اللي احنا عملناه الكلام ده كان من عشرين سنة تقريبا. اه اتوصلنا ان احنا لا المفروض مستوى البنسرين في الدم يكون في مستوى يؤثر على الميكروب. في فترة اسبوعين. وبالتالي منظمة الصحة العالمية. طبقا لذين الابحاث. اه حطت في الاعتبار ان احنا كل اسبوعين. واحنا بنحاول دلوقتي الحقيقة ان احنا نتعامل نعمل ابحاث جديدة عشان نطول المدة شويلة ان طبعا كل اسبوعين بالنسبة للمريض فور لايف ده مشكلة كبيرة قوي. ده بالنسبة للروماتيك فيفر وده دور البيدياتريشنز او دكاترا ان جونرال جونرال براكتيشنرز وبيدياتريشنز انهم يعالجوا علشان ما نشوفش الروماتيك فيفر بالكومبليكيشنز بعيدها ودور بدياتريكارديوزيز بقى هنا الحقيقة اللي هو المتابعة ويشوف بالايكو كارديوغرافي. اما بالنسبة للعيوب الخلقية في القلب. فهنا برضو بتقاسم لشقين. شق يتخصص فيه او يعني يهتمي به الطبيب الاطفال المباشر او الممارس العام. بحيث ان هو يتعرف مبكرا على العيوب الخلقية اللي في القلب. دلوقتي الحقيقة بنتكلم على الفيتا المدسن. على اللي هو الطب الجنين. اللي هو المفروض ان الدكتور المتخصص في امراض النساء يقدر يشوف. وبالمساعدة من طبيب متخصص في امراض قلب الاطفال. يقدر يعمل فيتا الايكو ويشوف العيوب الخلقية في الجنين قبل الولادة. لو العيوب الخلقية دي الحقيقة زي برا كده. لو العيوب الحقيقة دي شديدة جدا وتتعارض مع استمررية الحياة بالنسبة للطفل. يبقى الحل هو الاجهاض. اما انه اللي كان في عيوب خلقية يعني قابلة للتعامل. يبقى الولادة لازل تكون في مركز متخصص بحيس يستقبل الطفل ويتعامل معه مباشرة بعد الولادة. ما نستناش لما يبقى فيه مضاعفات ومشاكل. بالنسبة الحقيقة في الوحدات العناية الاطفال حديث الولادة يبقى هنا الحقيقة التعرف على الامراض دي مبكرا بالذات التفريق بين السيانوتيك والاسيانوتيك والي هم الناس اللي عندهم عيوب خلقية مصحوبة بزرقة. ودول حقيقة بيبقوا طبعا اشد خطورة. والتدخل المبكر هنا بينقذ الاطفال دول. بالذات احنا دلوقتي بنتكلم على يعني بالكارديا كاف والبالونز والديفايس ممكن نتعامل مع الاطفال دول في مرحلة مبكرة ونتجنب المضاعفات اللي ممكن او ان احنا نحاولهم للجراحة في مرحلة مبكرة قبل ما يحصل مضاعفات وتطورات. هل السمنة ليها علاقة بامراض الاطفال? اه هو ده الحقيقة هنا ده مهم جدا لان احنا في الابحاث اللي عملناها برضو لقينا ان السمنة المبكرة هتساوي سمنة متأخرة. يبقى الطفل اللي هو زايد في الوزن في العمر الصغير او بيتعامل مع المواد الغذائية بصورة غير منتظمة او غير صحيحة. ده هيتكون ان فيه اه تطور في اه التكويد الجسدي بتاعه بحيث ان هو هيبقى مصاب بالسمنة في المرحلة المتأخرة. والحقيقة برضو احنا هنا شفنا وقاررنا بين الاولاد اللي هم لأسر عندها زيادة في الاحماد الدهنية. لقينا ان الاطفال الحقيقة بيعندهم زيادة في التعرض للامراض المصاحبة بزيادة الدهون. وده طبعا بيؤثر على عضلة القلب وعلى الوعية الدموية المصاحبة له. وممكن يصيب الطفل بفعلا بامراض القلب البفاكر. شكرا جديدا. شكرا. شكرا.